من بيروت ينضم إلينا الكاتب والبحث السياسي بشارة خير الله أهلاً وسهلاً بك أستاذ بشارة معنا تطورات كل هذه الأحداث على الجنوب متشابهة تختلف حدتها من يوم إلى آخر ولكن إلى أين يتجه المشهد جنوبياً؟ يعني بكل صراحة الفريق المهيمن على المنطقة الجنوبية في لبنان هو حزب الله ولو بدأ في بعض الأوقات أن هناك فصائل فلسطينية من وقت لآخر هذا كله يعني إذا بدك فودر تيفيس يعني ما قاله طعمه العب نوري الحقيقي هو وجود حزب الله على الحدود مع إسرائيل وهناك ما يعرف أنه بالتوتر الذي يعيش حزب الله جراء يعني التنسيق مع الإيرانيين بعدم الدخول في حرب لأن إيران لا تريد الحرب مع أمريكا وجراء البقاء على كلمة الدفاع عن فلسطين وزحفاً ونحو الكدس وكل ما من شعارات طنانة يعني كان حزب الله يرددها دائماً أنه يعني يعمل على ربط الساحات وإذا نضرب يتغذى هذا كله طلع أنه هذي شعارات فاضية لكنه هو مضطر للرد على أي تحرش إسرائيلي على قاعدة الاشتباك بالاشتباك الأزيفي بالأزيفي بالأزيفي بالمدفع وهذه المناوشات بتأديري أنا ستبقى طويلاً حزب الله لا يريد الدخول في حرب مع إسرائيل أولاً لا يحتمل الحرب مع إسرائيل والبيئة الحاضنة للحزب لا تحتمل المزيد من الدمار في المناطق التي يسيطر عليها وأيضاً إيران لا تريد الدخول في حرب لا مع إسرائيل ولا مع أمريكا لكنه يضطر للرد عندما تقصف إسرائيل بلدات لبنانية زيت غالبية شعية موالية لحزب الله اليوم داخلياً كيف يتم التعامل مع استمرار هذه الحالة على الجنوب خاصة في ظل المساعي التي تبعناها في الأسبوع الماضية أستاذ بشارة فيما يتعلق بعدم توسيع نطاق هذه الحرب لتشمل الجنوب اللبناني عودة الحديث عن تطبيق 1701 وانسحاب حزب الله إلى مبعد الليطاني كيف يتم التفاعل سياسياً مع هذا الموضوع؟ سيكون صريح معي هناك ما يشبه التطبيع مع هذه الحالة من قبل كل الكوة السياسية ليس هناك أصوات عالية في لبنان يعني تقول لحزب الله لا نريد الحرب الكل يقول لا نريد الحرب لكن بأصوات خافتة وهناك سبق قلتلك ما يشبه التطبيع مع هذه الحالة أنه تعودنا كل يوم في 10-15-20 أزيفة بتضربهم إسرائيل على الجنوب اللبناني مقابل حزب الله بيرد عليهم وهيدي إذا بدك الحكومة اللبنانية ساكتة عنها ومجلس النواب ساكت عنها والكوة الموالية لحزب الله ساكتة عنها والكوة المعارضة المعارضة لحزب الله لا حولها لها ولا كوة بكل موقف عم بيكون فيه يعني كلام يوحي أن هذا الكوة غير موافقة على سلوك حزب الله لكن حزب الله لا يرتدع ولا يرد وكأن شيئا لم يكن بيعمل اللي هو عم بيشوفه من يسب بيدعي أنه يعني يحافظ على السلسية التي يسميها الزهبية جيش وشعب ومقاومة لكن عندما يذهب إلى الحرب لا يسأل للشعب ولا الجيش يعني يتفرد في هذا القرار هذا واضح أستاذ بشارة ولكن مع الدعوات اليوم عن إعادة تفعيل أو احترام أو تطبيق كامل للقرار الدولي 1701 لبنان الرسمي بغالبيته وبسواده الأعظم يؤيد تطبيق القرار الدولي 1701 حكي في بعض الأحيان عن تعديل وأنا بقلك تعديل 1701 غير مطروح بتاتا لا بلبنان ولا عند الدول ولا بمجلس الأمان المطلوب تطبيق 1701 ولبنان الشعبي ولبنان الرسمي ولبنان السياسي يؤيد تطبيق 1701 أي تفعيل دور اليونيفل بمناطق فضل اشتباك بين لبنان وإسرائيل ما يعني وجوب خروج أي ظهور مسلح خارج إطار 1701 يعني جنوب نهر اللي طاني ممنوع يكون فيه عناصر مسلحة هذا التطبيق يحتاج إلى ضغط أو إلى لبي لبناني للضغط على هذا الفريق أنه ما فيك تدل إخدناه على الحرب نحن 1701 هو اللي أوقف الحرب سنة 2006 بعد حرب تموز ويجب التذكير أيضا أن بعد 33 يوما من الحرب حزب الله هو من استجدى هذا القرار وليس غيره يعني حزب الله كان يطالب الحكومة اللبنانية بأن تفعل ما تستطيع من جهد ويطالب الجيش اللبناني والجيش اللبناني وقته زاك والحكومة فعله جهدا جبارا مع المجتمع الدولي من أجل يعني أكرار هذا القرار الذي يسميه 1701 بطلب ورغبة واستجداء من حزب الله اليوم هو أول اللي عم يخرقوه بالإضافة إلى الخرق المتكرر من قبل الجانب الإسرائيلي طيب ولكن اليوم هناك تخوف سيد بشارة وأنت تعلم أول شي على سكان المناطق الجنوبية الذين بأكثرياتهم نزحوا خاصة من القرى الحدودية هناك تخوف أيضا على أن تتسع هذه الرقعة وأن تخرج الأمور عن السيطرة لنحتى الحديث اليوم عن قواعد اشتباك في ظل استمرار الحرب في غزة لا يعد البعض يعتبره منطقيا حكما ما تتفضلين به صحيحا مئة بالمئة لأنه كل ما يحكى عن قواعد اشتباك وغيرها تروح بلحظة عندها أي خطأ في التأدير الحروب الكبرى تقع نتيجة سوق التأدير يعني أزيفة تروح على مطرح غير مطرحة غلطة هدف يموت حدا مش لازم يموت بالغلط بتندلع الحرب من جديد وبتتوسع رقعة الاشتباك وهذا خطر كبير لذلك كل الشعب اللبناني يقول لا نريد الحرب لكن مع الأسف هناك فريق في لبنان اسمه حزب الله أخذ لبنان عنوة إلى هذه الحرب لبنان الرسمي لا يريدها ولا لبنان الشعبي ولا حتى البيئة الموالية لحزب الله يعني البيئة الشعية في الجنوب هي حكما لا تريد الحرب لأنها تعبت من إعادة الأعمار ثم إعادة الأعمار كل خمس سنين حربه أزيف وتدميره حتى هناك أصوات مؤيدة لهذا الفريق بدأت تقول لا نريد الحرب وتعبنا وخلصنا ويجب إيقاف الجبهة وصمعنا من يومين الوزير السابق ويأموهاب الموالي لهذا الفريق والمتحالف معه قالها بالفم الملئان أنه تعبنا من الحرب لذلك أنا بقول لك الأقرار اللبناني اليوم مخطوف من قبل فريق حزب الله وما في لبناني يرغب في الدخول بالحرب لكن هذا الفريق خطف القرار ويتمتع بسلطة عالية على موضوع الحرب والسلم هو والإسرائيلي ونحن كشعب لبناني مغلوب على أمرنا وكحكومة لبنانية لا حولها ولا كوة ولا حتى قدرة لمطالبة حزب الله للارتداع والرزوع إلى ما دون الحرب اليوم هل يمكن أن يكون هناك أي جديد سياسيا ديبلوماسيا من كل هذه الدول التي حاولت يعني إن كان جهود الأمريكية إن كان الفرنسية لعدم انجرار لبنان إلى هذه الحرب هل اليوم يمكن أن نكون أمام دوات ضغط جديدة ربما أو حتى لو قلنا مبتكرة يعني تماشيا مع الحال ومع التوتر ومع الخطر الموجود حكما لبنان لديه أصدقاء دول الخليج العربي كلها صديقة وأيضا الدول الأجنبية يعني أمريكا وفرنسا وغيرهم إلى جانب الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر يعني إذا بدك فيه البيان الخماسي يلي صدر من فترة يحمي لبنان أصدقاء لبنان بالخارج عم يتحركوا لكن في الداخل اللبناني مرأ جمعتين كان كل الحديث من أوله لآخره عن كيفية أبقاء المؤسسة العسكرية بخير من خلال التمديد لقائد الجيش وهذا يعني هذا التمديد اللي انتهى مبارح بالتمديد لقائد الجيش هو مرتبط حكما بما سيحدث وبدور الجيش وبالألف وسبعمائة واحد وبتطبيق الألف وسبعمائة واحد الديبلوماسية العالمية كلها كانت عم تشتغل لإبقاء قائد الجيش بموقعه التمديد سنة بالإضافة إلى المجلس النيابي اللي انعقد مبارح ومدد لقائد الجيش انطلاءا من ضرورة بقاء هذه المؤسسة آيما حتى إذا اضطر الأمر لتطبيق القرار ألف وسبعمائة واحد يكون الجيش قادر يلعب دوره وقادر يعني يعب الفراغ يلي بدأت تتركه خروج الميليشيات أو خروج كل المسلحين من الجنوب اللبناني ما يتطلب إفاد مزيد من العسكر من الجيش اللبناني إلى جانب اليونيفر في الجنوب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب والبحث السياسي بشارة خير الله شكرا جزيلا لك